اشتركوا في القناة تأمين عملاء من شركات اقليمية كبرى هذا وأكدت السيدة فجر الباججي المدير العام لمشاريع الأمل أن هذا المشروع يستخدم تقنية خاصة لحل المشاكل التي تواجهها جميع الشركات الكبرى وهو تزويد الموظفين بالتدريب الموجه وفقا لاحتياجاتهم الفردية وأثبتت منصة لوموفاي فعليتها في حل تلك المشكلة خلال قاعدة العملاء الملفتة التي تمكنوا من جذبها لاستخدام منصتهم وستتمكن من شركة لوموفاي من التطور من خلال هذا الاستثمار الذي يأتي من قبل مشاريع الأمل والذي تم إنشاؤه بتوجيه سام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبقيادة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليثة برؤية تهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات الشبابية والاستثمار في أفكار الشباب ومهاراتهم وتمكين الشباب البحريني من الدخول إلى عالم الاقتصاد وإطلاق المشاريع الريادية وتحقيق النجاح والاستمرارية دعم للكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الطموحين من خلال تقديم الخبرات والتمويل لتنمية وتطوير مشاريعهم الريادية انطلق برنامج بيبان برؤية عصرية جذبت رواد الأعمال للمشاركة وانتهاز الفرص المميزة وكان من ضمن المشاركين شركة لوموفاي وهي منصة تدريبية رقمية شاملة ومدعومة علميا بمنهج تدريبي واضح لتسريع بناء القدرات وتنمية الجدارات الفردية للأفراد والمؤسسات كل الهدف كان لدينا نبني بتوافق ما بين أحداث المؤسسة والمهارات المطلوبة فنحن رأينا أن هناك توافق ما بين استراتيجيات المؤسسة والمهارات المطلوبة فطورنا منصة التيب هذا التوافق وتساعد المؤسسات في تحديد هذه الجدارات المطلوبة لكل موظف وفي نفس الوقت يقدرون يحللون احتياجات موظفينهم باستخدام تقيمات سايكويترية ومن ثم يضعونهم في خطط تدريبية متكاملة طورنا آلاف الدورات التدريبية المصغر لتساعد المتدربين في خلق مسار تدريبي اللي يساعدهم في الثجوات اللي عندهم طبعا منصة لوموفاي تساعد العملاء على تبني نهج استراتيجي شامل في التدريب الرقمي من خلال كسب وتطوير وسقل المهارات الوظيفية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل وستتمكن الشركة من الانفتاح على السوق المحلي والإقليمي والعالمي بمشاركة المستثمرين فيها من خلال الدعم المادي والمعنوي طبعا المستثمرين بلعبون دور جدا جدا كبير معنا على سبب خبراتهم معارفهم والمناطق اللي كانوا مستثمرين فيها وهذا بيساعدنا يعني بيكون لها تأثير جدا كبير في التوسعة وفي نمو مع خبراتهم في نمو الداخلي للمؤسسة خلال فترة قياسية استطاعت الشركة كسب ثقة 27 شريكا استراتيجيا وعميلا في المنطقة المحلية والإقليمية وجد بأكثر من ألفين متدرب على المنصة عبر خلق تجربة تدريبية رقمية شاملة قائمة على الجدارات وذلك بجهود فريق عمل موهوب الفرص التي الحكومة توفرها لنا لا تتحصل كلما نختنب هذه الفرص الدعم موجود نحن لازم نكتسب هذا الدعم نحن لازم نمشي بمعنى هم قاعد يمشون ويانا عشر خطوات هاي الخطوات اللي تحتاج تمشيها عساس تكبر ولا عساس المصلحتك والمصلحة اللي حوالينك ومصلحة الديرة كلها لازم نخطي هاي المساعدات وهذه الحكومة اللي قاعد توفرها لنا لومفاي صنفت كواحدة من أفضل خمسين شركة نشئة في التدريب الرقمي على القائمة السنوية لشركة هولونيك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما صنفت في جيتكس كواحدة من أفضل عشر شركات نشئة عالمية بجهود شبابية وطنية تسعى لخلق تأثير حقيقي في مجال التدريب الرقمي بما يجعلها مستمرة لتحقيق الأهداف المنشودة أصحب أعمالين طموحين ومستثمرين جدين يشاركون بعضهم البعض قصة نجاح هذه المشاريع البحرينية التي انطلقت بعقول وسواعد وطنية تنشد العالمية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر